أكد الرئيس السيسي أهمية أن يكون حجم الصناعة مكافعاً لإحتاجات السوق المحلية في مصر وخلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوية للصناعة أشر الرئيس السيسي إلى أهمية الاعتماد على المكون المحلي وتعزيزه في مختلف الصناعات أنا في الأول في المرحلة التي فيها الهدف الأكبر هو أننا الصناعة التي تغطي احتياجات السوق المصري وبالمناسبة عندما تقولي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي يقولك طب مستلزمات الإنتاج الذي فيهم كام بالدولار لأنك إنت لو نهاردة قلت لي مستلزمات الإنتاج الذي فيهم بالدولار 30 مليار على سبيل المسأل يبقى العائد الذي تحقق بالنسبة لي من كل ما نفعله هذا 5 مليار دولار أنا أتكلم عندما تقولي 35 مليار دولار يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة جدا منهم بتتعامل داخل مصر وهذا ما يمكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة هذا أمر في منتهى الأهمية إذن أنا ببغي في المرحلة الأولى أن ألب طلبات السوق المصري من كل شيء ليس فقط في الصناعة من كل المنتجات وكل المطالب ثم أننا يكون المكون المحلي في أي صناعة بتتعمل بتزيد بشكل مستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر